اشتركوا في القناة ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وموفق الصابرين وغافر الذنب العظيم وناصر الحق المبين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ابتعثه الله على حين فترة من الرسل فبصر من عما وأرشد من غي وهدى من ضلالة وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى من صليت على أحدٍ من خلقك يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أهلها ولما قسى قلبي وداقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما اللهم تتابع برك وكمل عطاءك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ولم تبق لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفاضلات شاءت حكمة الله تبارك وتعالى وقضت أن يجعل الله عز وجل من هذه الدنيا دار فتنة ومحل ابتلاء المصائب والمشاكل في هذه الدنيا سنة من سنن الله تبارك وتعالى من منا لم تنزل به مصيبة أو يتعرض لمشكلة من منا لم يفقد حبيبا أو يصاب بمرض أو يخسر في تجارة أو يفصل من عمله ووظيفته لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم مثالا رائعا للمؤمن في هذه الحياة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال البلاء من الله يصيبه ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد هذا حديث رائع يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالزرع هذا الزرع الضارب في الأعماق بجذوره لا تستطيع هذه الريح أن تقتلعه قد يميل معها وهي إشارة إلى هذه الابتلاءات والمشاكل والمصائب التي تنزل على الإنسان المؤمن لا يهتز لها ولا يتحرك أبداً لأن إيمانه راسخ بإذن الله تعالى بخلاف المنافق الذي يهتز ويتغير ويتلون ويرفض قضاء الله وقدره ويمل ويتجر ولا يسلم بأقدار الله تبارك وتعالى هذه الدنيا مليئة بالحوادث والفواجع والأمراض والقواسم أرادها الله تبارك وتعالى هكذا بينما الإنسان يفرح ويسعد بعزيز وحبيب له إذ هو يبتلى بفقده بينما الإنسان يشتهد ويسعى إذ بالله تبارك وتعالى يبتليه بالأمراض فيعجز ويتوقف بينما هو يخطط لغده ويضع المشاريع والطموحات يشاء الله تبارك وتعالى أن يبتلى بالفقر فيفصل من عمله مثلا أو يخسر في تجارته مثلا فيقعد وهو ينظر يمينا شمالا يضرب كفا بكف في هذه الدنيا منح ومحا وأطراح وأفراح وآلام وآمال ومصرات وأحزان لا يدوم حال على حال ودوام الحال من المحال هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يستقر على حال لها شان كدرها صفها يعقبه كدر وفرحها مشوب بترح وحذر وكأن الله تبارك وتعالى شاء أنه لا يتنعم حتى يمر على جسر من المتاعب أن الإنسان لا يتنعم إلا إذا مر على جسر من المتاعب وأنه لا يسعد إلا إذا نغص عليه هكذا شاءت إرادة الله تبارك وتعالى وحكمت أن السعادة لا يعبر إليها إلا عبر قنطرة من المشقة لذلك كان المؤمن الصادق هو الذي يصبر وهو الذي يحتسب وهو الذي يسلم أموره كلها لله تبارك وتعالى لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كلمة جميلة تكتب بماء الذهب قال جربنا وجرب المجربون فما وجدنا شيئا ولم نرى شيئا أنفع من الصبر يداوى به كل شيء ولا يداوى هو بشيء جربنا وجرب المجربون فما وجدنا شيئا أنفع من الصبر وما أعطي عبد عطاءا كاملا أوسع من الصبر لذلك كان جزاء الصابرين يوم القيامة يفوق الأذهان ويفوق ما يتصوره الإنسان جعل الله تبارك وتعالى لكل عبادات من العبادات أجرا معينا صلاة الرجل في مسجده أو في جماعة تفوق صلاته في بيته بسبعين وعشرين درجة وقس عليها إلا الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لذلك كان أمر المؤمن كله عجبا إن أمر المؤمن كله عجبا إن أصبته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصبته ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن من أجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى الصبر من أسباب المعية ومن أسباب توفيق الله تبارك وتعالى فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وأخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الحياة أقامها الله تبارك وتعالى على هذه المصائب وأن المرأة يبتلى فيها بالجوع والخوف ونقص من الأموال تديق في الرزق ونقص من الثمرات تديق في الأمن الغذائي ونقص في الأنفس فقال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وأطلق الله تبارك وتعالى البشارة للصابرين فقال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فما كان الجزاء من الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم هذه نون التوكيد التي تفيد العزم وتفيد اليقين أن الله تبارك وتعالى سيبتل الخلق ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال اكتداعوا في الإيمان ادعى كل أنه مؤمن فلما نزل البلاء تباينوا واتضح من هو صادق ممن هو كاذب واتضح ممن هو مؤمن ممن هو منافق لذلك كان الصبر بقاء العزيمة ودوام البذل والعمل وما فات لأحد كمال وما فات لأحد منزلة من منازل الصديقين والربانيين إلا لضعف في قدرته على الصبر وعلى احتمال المكروه وعلى احتمال الأذى لأن بعزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور وأفضل العدة الصبر على الشدة لذلك نحن سندكر جملة وسائل وجملة وصايا إذا ما استعان بها الإنسان فإنه سيكون صابرا ثابتا ثبات الجبال الرواسي لا يتزعزع لأن الخير كله من الله والله لا يسوق السوء إلا لحكمة سبحانه وتعالى علمها من علمها وجهلها من جهلها أولى هذه الوصايا إعداد النفس على المسلم أن يهيئ نفسه دائما لما هو مكروه للمصائب قبل وقوعها وأن يدرب نفسه على ذلك أحسن دربة لا يستطيع أن يتصور الإنسان أنه دائما يتقلب في النعيم شوشنوا فإن النعم لا تدوم كل أمر عزيز يحتاج في هذه الدنيا إلى دربة وإلى نوع من الرياضة وحمل النفس عليه ذلك ليعلم المؤمن أن هذه الدار لا تستقر على حال وأن الدنيا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل راكب سافر ثم وجد شجرة فاستضل تحت ظلها ثم قام وتركها مقام الإنسان في هذه الدار كما أقام هذا الرجل تحت ظل الشجرة فلا تغتر برخاء ولا تؤمل أن تبقى فالله تبارك وتعالى لم يضمن أو لم يجعل الخلود إلا له سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لذلك قال الحكماء من حاذر لم يهلع ومن راقب لم يجزع ومن كان متوقعا لم يكن متوجعا من حاذر لم يهلع ومن راقب من انتظر أن الله تبارك وتعالى قد يبتليه لم يجزع بل سيكون من الصابرين ومن كان متوقعا لقدر السوء لم يكن متوجعا إعداد النفس ثم الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله تبارك وتعالى لك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف يجزع كثير من الناس عندما يقع البلاء ويصاب بالمرض وبفقد الحبيب أو بالطذيق بالرزق يجزع ويظن أن الخلق هم الذين يرزقون ويظن أن الخلق هم الذين يوفرون غطاء الأمن وغطاء الستر أبدا أيها الأحباب كل المقاليد بيد الله تبارك وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماص البصيرة منك قال ابن عطاء الله رحمه الله اجتهادك فيما ضمن لك أنت تجتهد فيما ضمنه الله عز وجل لك وتخاف وترتعد فرائسك من أجل أشياء قد كتبها الله لك أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها الأجل والرزق بيد الله تبارك وتعالى هذا أمر مضمون وتقصيرك فيما طلب منك فيما طلبه الله عز وجل منك من أن تكون من عباده المؤمنين من أن تكون من حزبه المفلحين أنت تقصر في هذا هذا دليل على انطماص البصيرة دليل على موت القلب لذلك كانت الآجال والأرزاق مقدرة بيد الله تبارك وتعالى ولما سألت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وقالت اللهم احفظ لي زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبو سفيان وأخي معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله تبارك وتعالى لآجال معلومة وأيام محدودة وأرزاق مقسومة هذا كله ضمنه الله تبارك وتعالى لقد سألت الله تبارك وتعالى لآجال معلومة وأيام محدودة وأرزاق مقسومة أما سألت الله تبارك وتعالى أن يجيرك من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة فإنه لن يؤخر شيء عن أجله ولن يؤخر شيئا عن حله فإن الله تبارك وتعالى هو خير وهو أفضل لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة فينفخ فيه الروح فيؤمر فيه الملك ويؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد هذه مسائل جرى فيها القلم منذ أن خلق الله تبارك وتعالى جاء ابن الديلمي إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا أبي إن في نفسي شيئا من القدر فحدثني قال قال فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي قال لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضه لكان غير ظالم لهم ولو أن الله تبارك وتعالى رحمهم كانت رحمته خيرا لهم لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن أبدا ظالما لهم ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ما كان ظالما لهم ولو رحمهم لكان خيرا لهم لذلك كان مما قاله أهل السنة والجماعة إن عذبهم فبعدله وإن رحمهم فبفضله ثم قال أبي رضي الله تعالى عنه ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك من الوسائل التي تجعل المؤمن صابر محتسب أمره لله تبارك وتعالى تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحال السلف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي وهو يتيم ومات عمه أبو طالب الذي كان يوفر له الأمن الخارجي ولم تنى القريش منه ما نالت إلا بعد موته ثم بأربعين يوما ماتت زوجته رضي الله تعالى عنها خديجة ومات بناته كلهم وأولاده كلهم في حياته ومات بعض زوجاته ومات أصحابه أمام عينيه وكان يضرب ويؤذى ويطارد صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله كان صابرا كان محتسبا ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه صلى الله عليه وسلم والدمع والبكاء لا ينافك مال الإيمان بل إن ذلك يشكل أو يصف كم كان النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا وكم كان رقيقا وكم كان رجلا نبيا حساسا يتأثر بالمشاهد وتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم بكى ولكنه قال قال قولة المؤمن المحتسب أموره كلها لله تبارك وتعالى قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل نموذج في تحمل الأذى وفي الصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره هذا نداء للذين يجزعون وللذين يكفرون وللذين يتضجرون وللذين يتألمون ولا يريدون إلا الخير ولا يريدون إلا النعيم ولا يريدون إلا مستوى واحدا من الدنيا هؤلاء أيها الإخوة الكرام كلهم واهمون لا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب أو خطيئة من يريد الله به خيرا يصب منه إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه أين أنت من كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديد كان عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه رجلا فاضلا مات ابنه وفقد رجله في وقت واحد مع ذلك قال اللهم إنه كان لي سبعة من الأبناء أخذت واحدا وأبقيت ستة وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت الإنسان عندما تقع عليه المصيبة يرى أنه لا يجد أحد في هذه الدنيا أسوأ منه وأشأم منه ولكن انظر لا تنظر إلى من هو فوقك ولكن انظر إلى من هو دونك انظر للذين لم حرموا من الأولاد انظر للذين لم يجدون زواجا انظر للذين يعانون ليل نهار أنت تتقلب في النعيم وترفل في خيرات الله تبارك وتعالى أذكر كيف كان نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الأشياء التي تعين على الصبر وتحمل المشاق استحضار سعة رحمة الله تبارك وتعالى وجميل فضله وأن الله تبارك وتعالى رحيم أرحم بالعباد كلهم إن لله تبارك وتعالى مئة رحمة خبأ منها تسعا وتسعين رحمة ليوم القيامة وأطلق رحمة واحدة في دار الدنيا من رحمة الله تبارك وتعالى يترحم الناس ولا يرضى الله عز وجل لعباده الكفر بمعنى لا يرضى لعباده السوء ولا يرضى لعباده الأذى ولكنه يبتلي لحكمة ويضع الإنسان في مطبات وتحت تجارب معينة ليمتحنه وليبتليه وليمحصه وليخرجه رجلاً غير الرجل الذي كان وعبداً غير العبد الذي كان وتذكر وعسى أن تكره شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كم هي عظيمة هذه الآية عسى أن تكره شيئاً وهو خير لكم أحياناً الإنسان يرفض مكروه ويتضجر منه مع أن في طياته كثير من الملح ويستبق ويتسابق إلى الخير الذي يظنه هو خير مع أنه يحتوي ويحتوي على كثير من السوء لا يعلمه والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه الآية أيها الإخوة الكرام تجعل الإنسان لا يقدم رجلاً ولا يؤخر أخرى إلا بعد أن يستخير الله تبارك وتعالى هذه الآية تجعل الإنسان يتأول كل أقدار الله تبارك وتعالى على أنها خير ليكون المنع هو عين العطاء كما يقولون يكون المنع أحياناً وأن يبعد الله عنك شيئاً تريده هو عين العطاء وعين الحب من الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل لا يريد لك إلا الخير المؤمن الصادق دائماً يتأمل هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى رحيم من بين الوصايا والوسائل التي تعين الإنسان على أن يكون صابراً جلداً ثابتاً أمام أقدار الله تبارك وتعالى تذكر المصائب وأنها من فضل الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتل المرء على قدر إيمانه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر إيمانه فمن كان في دينه قوياً كان بلاؤه أشد ألم ترى إلى بلاء الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه السلام إلى يونس بن متى وكيف ألقاه الله تبارك وتعالى في بطن الحوت إلى يوسف عليه السلام وقصته الحزينة الجميلة وكيف أنه أبعد عن أبيه وظل يعقوب عليه السلام ينتظره سنوات وسنوات ومع ذلك كان صابراً محتسباً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون البلاء من أفضال الله تبارك وتعالى من يرد الله به خيراً يصب منه ليس معنى ذلك أن الله يكرهك أو لا يريد لك الخير يخطئ كثير من الناس حينما يتعاملون مع البلاء بهذا المنتلق ليخفف عنك ألم البلاء علمك سبحانه أنه هو المبللك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الإختيار الأنبياء أشد بلاءاً ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر إيمانه فمن كان في دينه قوياً كان بلاءه أشد ومن كان في دينه رقيقاً قد لا يبتله الله تبارك وتعالى وذلك علامة من إهمال الله عز وجل له إذلك كان الأنبياء هم سادة المبتلين وكانوا سادة الصابرين من الأمور التي تعين كذلك على تحمل البلاء تذكر حسن الجزاء وأن الله تبارك وتعالى جعل للصابرين كما قلت في بداية حديثي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تكفر الذنوب وترفع الدرجات ويخرج الإنسان بعد الإبتلاء رجلاً قوياً قال الله تعالى كما جاء في الحديث حينما يموت حينما تفتقد الأم أو يفتقد العبد صغيرها يقول الله تبارك وتعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي قالوا نعم يا رب قال أقبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم يا رب قال وماذا قال عبدي قال حمد واسترجع قال ابن له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد جزاء عظيم من الله تبارك وتعالى أنت لا تستطيع أن تتصور كلمة بغير حساب كم تساوي وكم معناها ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء كيف ورب العالمين هو الذي وعد وهو الذي سيجزل العطاء سبحانهما أكرمه سبحانهما أفضله سبحانهما أعظمه خزائنه لا تنفذ أبداً ونعيمه لا ينفذ أبداً جعل للصابرين أجراً بغير حساب لذلك لو يعلم الناس ما في هذا الأجر وما في هذا الخير لتمنى وقوع البلاء عليهم هذه الأسباب وهذه الوسائل أيها الإخوة الكرام أسوقها بين أيديكم عساني وإياكم أن نتحقق بها وأن نكون من الصابرين الراضين بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره المعلقين آمالاً كثيرةً كبيرةً عفواً في الله تبارك وتعالى فالله أهل التقوى وأهل المغفرة ولن يخيب الله عبداً لجأ إليه ولن يخيب الله تبارك وتعالى عبداً جأر به واعتصم به وتمسك به وفوض أموره كلها إليه لذلك كان دعاء الاستخارة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل الأحاديث وأعظمها أننا نقدم ما يقدمه الله ونفعل ما يريده الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد عنا كل ما لا يرضاه الله عز وجل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به ينبغي أن يكون حال المؤمن هو هذا مفوضا أموره كلها لله عز وجل وإذا ما نزل البلاء تجمل بالصبر ولجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن الله دائما مع الصابرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آل الخير والوفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة ما وفقها العبد بدعاء إلا استجيب له اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم لا تعذبنا فإنك علينا قادر ولطف بنا فيما جرت به المقادير إنك نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا أنت ولينا وأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر المصدعفين في كل مكان صر إخوانا في ليبيا واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أرن في أعدائك يوما أسودا كوم فرعون وهامان وقارون وما ذلك على الله بعزيز وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة اشتركوا في القناة